بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة details of installation سلسلة تفاصيل التركيب معاكم مهندس أشرف رمضان النهاردة هنتكلم عن panel board installation detail panel board installation detail تعالوا نشوف panel board installation detail بتتم إزاي طبعاً أنا هنا بتكلم على panel board installation details أهم معلومة عندي يا شباب يبقى أعلى مستوى للوحة من ال FFL finished floor level finished floor level آخر مستوى للتشطيب تمام بيبقى ارتفاع اللوحة من فوق آخر اللوحة بيبقى مية وتمانين سنطي مية وتمانين سنطي تمام دي أهم معلومة عندي مية وتمانين سنطي آخر الاعتفاع عشان أقدر أعمل صيانة للوحة تمام وأتعامل معاها بسهولة طبعاً أنا هنا بتكلم أن أنا عندي تمام عندي حائط خرصاني باجي أثبت اللوحة عليه تمام أول حاجة هنشوفها آدي الجزء الخاص بي اللوحة خلي بالك معلومة مهمة جداً لازم تتأكد أن دخل وخرج اللوحة في لوحات بيبقى دخل اللوحة من فوق والخرج من تحت أو الدخل من تحت والخرج من تحت او الدخل من فوق والخرج من فوق أو العكس فاحنا هذا يجب اسماع نأdocعي من الدخل والخرج الخاص في اللوحة الدخل اللي هو الكبلات التي نغذّي اللوحة و الكبلات الخاصة بالخرج كان هناك الكبلات الدخل و الكبلاتibilidad من اللوحة ستغذي الأحمال الآن يجب ك freely حيث ايه شباب هنا المفروض لما باجي اركب الكابلات وبدخل الكابل داخل الجيلاند تمام والجيلاند ده بيبقى فيه كاوتشا كده من جوة تمام بتقفل على الكابل عشان اللوحة لا تفقد الاي بي الخاص بي اللوحة لازم كل النوك اوت اي حاجة بي فتحها المقاول من فوق لازم يقفلها كويس جدا طيب الكابلات اللي جاية دي خلاص قلنا ان فيه كابلات ان ان كامنج الكابلات بتاعت الداخل وكيه الكابلات اللي هي الخارج اللي هي الاوت جوينج طبعا دي ركبة هنا زي ما انت شايف كده على كابل تري ده كابل تري تلاتين سنتي في عشرة سنتي او تلتميت ميلي في ميت ميلي كابل تري ده متثبت على الجدار تمام بيبقى معاه في عندي كافر على الكابل تري بيغطيه وهذه الكابلات اللي داخلها من خلال الكابل تري طبعا هنا فيه الردات بتاعته بتاعت التسبيت موجودة فيه الفنش دفلور ليبل او السلابة الخاصة بهذا الدور اللي انا باخد منه وانا اخذ عندي كابل تري داخل اهوق ومثبت كابل تري على الجدار ودخلها الكابلات اللي هي كابلات الدخل وكابلات الخارج زي ما قلت معلومة مهمة جدا من اعلى او من اخر منسوب تشطيب لحد اخر اللوحة بيبقى مية وتمانين سنتي متر ده بيبقى طبعا يفضل عشان يبقى فيه سهولة فيه الصيانة وفيه سهولة فيه فتح اللوحة والتعامل معها قبل ما تشوف اللوحات اللوحات لازم تتأكد هل كابلات الدخول والخروج للوحات من فوق ولا فيه حاجات من تحت ومن فوق الدخول والخروج اللي هو الانكومنج والاوتجوينج اعلى ارتفاع اللوحة مية وتمانين سنتي الكابلات جاية على كابل تري الكابل تري with steel sheet cover وبالتالي انت بتبدأ تشوف دي هي البانيل بورد تيبيكال انستيليشن ديتيلز يعني احنا النهاردة اتكلمنا عن تفاصيل تركيب اللوحات البانيل بورد تفاصيل تركيب اللوحات زي ما قلنا هم معلومة عندي ان اعلى مستوى للوحة تمام مية وتمانين سنتي وفيه عندي زي ما شوفنا الكابلات الخاصة بالاوتجوينج داخلها من فوق في الكابل تري ودخلها على اللوحة قلنا معلومة مهمة جدا لازم تأفل كل الكابلات اللي داخلها دي ما تدخلش كده على اللوحة وخلاص لازم تتأفل بجلندات تمام عشان تمنع دخول اي شيء عشان نحافظ على الاي بي الخاص باللوحة واشوفكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة